زي ما قلنا في البداية الحقيقة لم نتكلم عن أطخم ويمكن واحد من أهم ومن أكبر المشاريع اللي حصلت في العصر الحديث مش عارفة أقولك ابتديت منين عايزة أقولك يعني كان إيه أكتر ما يميز العاصمة الإدارية اللي لفت انتباه حضرتك علشان تؤرخ وتكتب عن واحد من أهم مشاريع مصر الحديث الحقيقة بطبيعة عملي كصحفي بغطي ملف وزارة الإسكان من فترة طويلة جدا كصحفي عشت من 2015 لحد 2021 مراحل اللي تنفس فيها الحلم ليه عاصمة إدارية جديدة هو ده اللي هنردت عليه ليه عاصمة إدارية جديدة احنا من التمانينات كده الحد 2011 لما قامت الصورة القاهرة التاريخية أو القاهرة من الداخل اللي لها وسط البلد خلاص بقى بدخلها في اليوم حوالي 2 مليون مواطن فزحام وتلوس وبعد ما كان وطبعا الأطراف بقت فيها عشوقيات كتيرة جدا عندنا مباني تاريخية بهدلت فإحنا إزاي هنستعيد العبق التاريخي للقاهرة التاريخية نتكلم عن تاريخ فوق ألف سنة موجود جوه البلد وده ضروري نحافظ عليه أو نستعيد العبق بتاعه والكلام ده كله جميل بخلاف هذا الكلام إحنا عايزين نتحول لدولة الحكومة بتاعتها بتشتغل بالنظام الزاكي إلكترونية نشكل كل دولة والنظام الزاكي والأجهزة الزاكية المباني داخل القاهرة التاريخية لا تسمح أن أنا أدخل عليها تعديلات عشان يبقى في عندي انفراستراكشر وأشياء من هذه الأمور عشان نشتغل الحكومة الزاكية طيب أنا يعني هعمل إيه؟ كل الخبراء اتفقوا من التمانينات لحد 2011 وقبل 2011 كمان أنه لازم القاهرة التاريخية تتفرغ من مقر الحكم الوزارات والمجتمعات المال والأعمال ومقر العمل بتاعت الحكومة دي اللي بدخلها 2 مليون مواطن مصري لازم تخرج خالص برا القاهرة التاريخية عشان أعرف أطورها فإحنا هنا عشان نرجع القاهرة التاريخية تاني أو نحافظ على اللي موجود أو عشان نطور العشوائيات لازم نخرج مقار الحكم إذا نحن محتاجين عاصمة جديدة تستوعب مجتمعات المال والأعمال الجديدة نواكب التكنولوجيا والحادثة والتطور ونعمل انفراستراكشر ونعمل مباني ونعمل كمان المباني الشهيقة اللي ارتفاعات مصر مفتقدة كانت مفتقدة هذا البناء الأبراج أنا أتكلم عن الأبراج صناعة الأبراج دي ما كانتش موجودة في مصر وإحنا البنائين طول عمرنا من آلاف السنين عندنا أعلى مباني في العالم نتكلم عن الهرم